عشرات المئات من المصريين حصدت أرواحهم العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر مؤخرا في أعقاب إزاحة حكم تنظيم الإخوان شهداء العمليات الإرهابية من المدنيين أو العسكريين أصبحوا أيقونة التضحية والفخر لأسرهم ورمزا للقوة في مواجهة العمليات الخسيسة وقوى الشر حياتنا تضمرت من بعد العمليات الإرهابية وحالات الاستشهاد لأنها كترت قوي فأنت بتحس أن الزوجة بقيت لأب والأم وبيترمي على عاطقها مصاعب كتيرة جدا هي بتواجهها إما يضرب كنيسة أو يضرب جامع أو يضرب أطفال أو يضرب مدنيين طبعا إحنا تولد جوانا مش كره بس للإرهاب والجامعتهم والفكرهم وكل حاجة بينتمل لها لا تنقطع زيارات الأسر إلى مزارات شهدائهم فما تركه الشهداء من أثر يبعثوا في نفوسهم الطمأنينة والصبر على الفراق وتحكي صور الشهداء على الجدران قصص استشهادهم للأجيال ليبقى الشهداء أحياء في الأرض والسماء حصل الانفجار فجأة ولينا نفسنا كلنا في دنيا غير الدنيا طبعا أمنا من الصدمة بنتي كانت حط أديها على بطنها أصر الانفجار يعني ولقيت والدتي نايمة على الأرض مش بترد عليها خالص عمري ما فكرت أنها ممكن تبقى استشهدت فما رحش ناحية الناس اللي استشهدوا الأكسات بتاعتهم يعني أو جسامين يعني ففجأت لها في وسط الشهداء يحتضن المجتمع أسر الشهداء ليعوضهم عن فقيدهم الذي دفع حياته ثمنا لمصر وشعبها وتقوى أسر الشهداء بعزيمة الرجال وإيمان لا يزعزعه عمل إرهابي في الخفاء لا يوجد دليل دامغ على وحشية الجماعات الإرهابية أقوى من أثر شهداء وضحايا الإرهاب فهذا الأثر سيظل شاهدا على دماء سالت وأرواح سطرت في تاريخ التضحيات المصرية من أجل الوطن محمد عاطف الغد القاهرة